الفكرة يا أحباب إن الصداقة معنا جليل يا كل إنسان له صديق عض على هذا الصديق بالنواجذ وإليكم طائفة من كلام أهل الله وأهل العلم سيدنا عبدالله بن مسعود يقول ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب يعني إذا أردت أن تعرف الإنسان سيدنا نبي يقول كده المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل سيدنا جعفر بن محمد يقول حافظ على الصديق ولو في الحريق يعني مهما كان ضاق بك الزمن وضاق بك الحال مهما كنت مشغول ما تنشغلش عن الصديق لأن الصديق نادر ندر أن تجد الصديق الوفي فمن أكرمه الله بصديق فليقم ببره ويا كل إنسان كن وفيا في الصداقة تعلم الوفاء من كل أجناس الوجود قال عبيد الله بن الحسن لرجل يا فلان استكثر من الصديق فإن أيسر ما تصيب أن يبلغه موتك فيدعو لك يعني مش هتعدم منه الخير ده حتى يوم يكون مسافر بعيد هاجر رح أقم في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أسيا ولا هو في القليبية وانت قعد في أسوان ولا أي مكان يوم يفرق بينكم الزمن ويبلغ كده إن كنت يعني بعد عمر طويل انتقلت إلى الرفيق الأعلى يقول يا سلام الله يرحمه ده عشرة عمر ده صحبة عمر والله يجتمعه سنين من أحلى سنين الله يرحمك يا فلان مش هتعدم منه خير ولو دعوة صالحة لو في يوم من الأيام فرقتكم الأيام وبلغه أنك انتقلت إلى الرفيق الأعلى سيدنا الحسن البصري يقول المؤمن مرآة أخيه إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده وقومه وحاطه وحفظه في السر والعلانية إن لك من خليلك نصيبا وإن لك نصيبا من ذكر من أحببت فثقوا بالأصحاب والإخوان والمجالس يعني يا جماعة الخير الصداقة أشرف وأنبل وأعظم قيم ومكتسبات الإنسان في عمره الإنسان ما بيعرفش يأنس ولا يفضفض ولا يرتاح من همومه ولا يشاور في أمور الحياة المهمة ولا يعتمد ويتسند على حد إلا الصديق الوفي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أصدقاء أوفياء لكل من نعرف ومن نحب وأن يرزقنا الصديق الصالح المؤتمن الفطن اللبيب الأمين عليكم يا جماعة بتعظيم معنا الصداقة وليقم كل منكم بواجب الود والإخاء تجاه صديقه الذي جعله الله له سندا في كل أزمات الحياة